وإن شاء الله إحنا في برنامجنا في رمضان السنة دي في برنامج ولا تعسروا يكون عندنا حال مختلف مع القرآن وعن نحاول إن احنا نعرض القرآن على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى عمالنا ومستقبلنا وسعادتنا علشان نعيش بالقرآن ويبقى دوة باب من أبوام مجالسة القرآن الصادقة اللي تزيدنا نور ورحمة وخير وجمال وإحنا بنعمل كده كمان عشان عارفين قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض فأردنا أن يتحول القرآن إلى ماذا؟ إلى حياة وعشان كده كنا بنعمل بوسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه لما حضرت النبي قال له عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء الحديث ده لازم نعرضه على قلوبنا عليك بالقرآن شوف حضرت النبي بيقول لي سيدنا أبي ذر ماذا؟ عليك بالقرآن فإنه إيه؟ هو بيكلمه على القرآن فبيعرفه إزاي هو نافع لي في الدنيا ونافع لي في الآخرة فعشان كده لازم نخلي بالنا إن اتخاذ القرآن جليس وفهمه والمدومة عليه ده مش خيار ممكن أعمله أو ممكن ما أعملوهش لا الحقيقة القرآن مجلسته مش بتكون مجلسة ميزاجية القرآن المجلسة بديه مجلسة نفس مجلسة حياة مجلسة روح القرآن ده نزل من نفس المكان اللي بيتنزل عليه روحي فهم متجانسين فأنا لو عشت مع القرآن روحي تترقى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه لها هيحصل بيعرضننا أمر مهم جدا إن القرآن ممكن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إلى الله سبحانه وتعالى وناس هجر القرآن يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة فيا رب ما تجعلناش منهم لا إحنا بناخذ القرآن ماذا؟ جليساً حبيباً ونعيش معاه فالقصد من إن القرآن يكون جلسنا مش مجرد إن إحنا نتلوه نردد الآيات فيه لا إحنا نفهمه ونعمل به سيدنا عمر بيقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يكن يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن يعني إيه اللي حاصل؟ كان بيحول إوعى تفهم كلام سيدنا عمر إنه هو بيعمل إيه؟ بيطبق الآيات اللي هو كلمة التطبيق اللي جاءتنا بيها التدين الكمي لأ سيدنا عمر كان بيحول القرآن إلى حياة ولكم في القرآن حياة فإحنا إيه اللي بيحصل؟ بنحوق كان سيدنا عمر والصحابة كانوا يتعلموا العشر آيات ويعملوا إيه؟ ويحولوا العشر آيات إلى حياة يعني مش بيطبقوها أسلو بعض الأحيين بيبقى أنا أروح أطبق القرآن خلينا أقول لكم بعض اللفتات المهمة وإحنا متعامل مع القرآن كثير من الناس أمهم بيقولوا إحنا راحين نطبق القرآن بيكونوا بيطبقوا أفكارهم عن القرآن لكن القرآن يطبق لما تؤمن بقيمه لما تؤمن بأنواره لما تؤمن بما فيه من مدد مش إن أنت تطبق اللي فيه فلما يعرضك شيء من التطبيق بتاعه تسيبه لا ده القرآن حياتك القرآن ممكن يغير كل ما خوفك القرآن ممكن ياخدك إلى علم أوسع القرآن يأخذ إيديك إلى أنك أنت تعرف حياتك القرآن يأخذ إيديك تعرف حقيقة الدنيا القرآن يوصل حياتك الأولى بحياتك الآخرة القرآن يدخلك الجنة وين تعيش في هذه الحياة الأولى إلا حاصل لما تعرف لمن خاف مقام ربه جنتان وتعرف إن رجائك وخوفك من الله سبحانه وتعالى خوفك إن أنت تطلب رضا فإلا حاصل فتبقى من أهل رضي الله عنهم ورضوا عنه فتعيش في الجنة وإنت في الدنيا وتشوف بقى إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيريك نعيمه ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة حياة مليانة بجمال ماذا؟ بجمال جنة القرب من الله طيب بعض ممكن يتساءل هاستفيد إيه؟ لما يكون القرآن جليسي هنقول له إنك إنت هتستفاد مش استفادة واحدة أظن كل الناس محتاجة الأيام دي إن هم يجلسوا القرآن ومحتاجين استفادة مهمة أوي وهي الهداية والتوفيق إلى أفضل وأسهل وأنفع الطرق في حياتك وفي أخرتك عشان تعمل إيه؟ تفتح عليك باب الوصول إلى الله اسمع كده قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم في كل شيء وكان القرآن ماذا؟ أوسع باب من أبواب الاتزان أوسع باب من أبواب الوصول إلى معالي الأخلاق أوسع باب من أبواب الوصول إلى أحسن حال وعشان كده حضرة النبي إنما أبواب عسل وأتم من مكارم الأخلاق كان أعلى حاجة فلما أرادوا إنهم يصفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه وصل إلى أعلى درجات الكمال فقالت إيه السيدة عائشة؟ وقال إيه عنه الصحابة؟ كان خلقه القرآن وكان القرآن ده أعلى مرتبة في الحياة اللي يعيش القرآن يعيش أعلى وأرفع وأحسن وأجمل المراطب في الحياة وعشان كده القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي إلى أفضل وأعلى وأكثر الأحوال استقامة فالناس اللي بتشتكي من الحيرة والتردد والألأ وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها والخوف كمان من المستقبل أكثر حاجة ممكن تطمنكم وتوصلكم إلى رشدكم وتشيل الغشاوة من على أينكم وعلى أقلوبكم هو القرآن شكرا